أعلنت بلدية مدينة الشريقة عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الحد من حرائق الأبراج والمباني السكنية والتجارية بإزالة الواحل ألمنيوم من أربعين برجا والبدء الفوري في عملية الاستبدال وتركيب مواد أخرى مقاومة للاحتراق إذ انتهت البلدية من عشرة مباني تم تسليمها بالكامل ويجري العمل على استكمال المباني الأخرى ضمن هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى العالم والذي تتبناه حكومة الشريقة على نفقتها وتنفذه خلال وقت قياسي بقيمة 100 مليون درهم وفقا لجدول زمني وخطط مشتركة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة وبهدف رفع كفاءة المباني واستبدال الواجهات القابلة للاحتراق بأخرى مقاومة له وفقا لأفضل المواصفات والمعايير هذا ويسير العمل بشكل متواصل في الأبراج والبنايات الأخرى على أربع مراحل تم تحديدها لإنجاز المشروع بالكامل بعد أن تم الانتهاء من التواصل مع ملاك البنايات وعرض تصاميم النهائية لكل مبنى قبل الشروع بالتنفيذ هذا ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال الربع الأول من العام القادم ترجمة نانسي قنقر